أقام وزير الخارجية عبدالله لحيا حفل استقبال على شرف وزراء وكبار مسؤولي الدول والمنظمات الدولية المشاركة في أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الرابع حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود مرحلة الكويت من عملية دوشامبا الذي ينعقد في البلاد بالتعاون مع جمهورية طاجكستان ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب اشتركوا في القناة